نحن الآن جانب الأخ رئيس الوزراء وزير النقل صالح الجبواني يقدم استقالته لرئيس الجمهورية بعد يوم واحد من قرار رئيس الحكومة معين عبد الملك إيقافه عن العمل نظراً لما وصفه بالإخلال الجسيم في أداء مهامه بحسب ما جاء في قرار التوقيف في المقابل اتهم الجبواني رئيس الحكومة بموالاة ميليشيا الحوثي والعمل على الضد من مشروع الدولة الاتحادية الذي يتبنه الرئيس هادي كما ورد في نص الاستقالة استقالة الجبواني أعقبتها استقالة وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه والتي أورد فيها أسباباً تتطابق مع ما ورد في استقالة الجبواني الأمر الذي يراه البعض إنعكاساً لصراع الأجنحة داخل الشرعية منذ أشهر يدور في أروقة الحكومة صراع حول قضية استيراد المشتقات النفطية ويتبادلون اتهامات الفساد والاحتكار في الوقت الذي تخسر فيه الشرعية نفوذها على الأرض يوماً تلو آخر وكأنها فقط حكومة تصريف أعمال لحين استكمال الانتقالي ترتيباته لدارية وتقلده زمام الحكم في عدن تعيش الشرعية أزمات متعددة أبرزها بقاء معظم قياداتها في الرياض وفقدان عاصمتها المؤقتة عدن لصالح الانقلابيين الذين دعمهم التحالف هذه المرة لكن الغريب هو قبول هادي ورئيس حكومته بلعب دور الميسر وتقديم الخدمات اللوجستية فيما القرار الأمني والعسكري بيد الانتقالي وأبو غبي يرى البعض أن رئيس الحكومة يمضي في هذا الخط تماشياً مع رغبات محمد الجابر رجل السعودية الأول في اليمن باعتبار الرياض صاحبة النفوذ الأكبر في البلد يتابع هادي كل هذا الوضع المختل من مقر إقامته في الرياض ولا يحرق ساكناً فيما يظهر أنه آخر من يكترث بالشأن اليمني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر